موسيقى خلال هذا 24 ساعة أكدت لنا مختلف المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري والتأكيد الحالة المحتمل إصابتها أكدت هذه المختبرات ما مجموعه 199 حالة إضافية جديدة مؤكدة مخبريا ليصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء هو 5910 ديال الحالات هذه الحالات سجلت أو سجل جلها بكل من جهات فاسم كناس بالدرجة الأولى ثم جهتين مراكش أسفي وطنجة طوان الحسيمة بدرجة أقل ثم جهات الرباط سلال قنيترا ثم جهة الضرب بضاء السطات وتأتي بعد ذلك جهات أخرى هي بن ملال خنفراء خنفراء وسوس ماسا والجهات الشرقية تظل بطبيعة الحال جهة جهتي العيون السقي الحمراء والضخل والدهب بدون حالات جديدة وبدون حالات متكفل بها وقل ميم ودنون لم تسجل أي حالة إضافية ويبقى التوزيع الجغرافي ما دمنا بصدد الحديد عن التوزيع الجغرافي لإجمال الحالات المسجلة منذ بداية الوباء تبقى جهة جهة الضرب كوش آسفي وبدرجة أقل جهتي طنجة طوان الحسيمة وفاس الكناس ثم بعد ذلك وبدرجة أقل جهتي ضرعة فيلالت وجهتي وجهة الرباط سالة القنيطيرة الحالات لازمنا نكتشفها في مرحلة مبكرة لأننا نكتشف جلها وبالضبط بنسبة 82% فيما يخص هذا 24 ساعة 22% من الحالات الجديدة لعددها أذكر 199 تم اكتشافها في إطار العملية للتتبع الصحي للمخالطين هذه العملية التي شملت منذ بداية الوباء أكثر من 34 ألف مخالط 917 منهم لا زالوا تحت المراقبة الطبية والعزل الطبي بالموازات مع الحالات المؤكدة فقد استبعدت المختبرات جراء نتائج سلبية للتحاليل التي أجريت استبعدت هذه المختبرات ممجموعه 2989 للحالات ليصبح الإجمالي للحالات المستبعدة منذ بداية الوباء بعد أن كان محتمل إصابتها بالمرض أصبح العدد الإجمالي للحالات المستبعدة 57149 149 فيما يخص الوفايات لم نسجل بحمد الله خلال 24 ساعة أي حالة وفاة جديدة ويبقى العدد الإجمالي لحالات الوفاة المرتبطة بكوفيد 19 منذ بداية الوباء ببلادنا 186 حالة وتصبح النسبة المئوية للإيمات إلى حينه 3.1% بالنسبة لعدد حالات التعافي فقد وصلت خلال 24 ساعة عدد الحالات الجديدة للتعافي 137 حالة ليصبح إجمالي حالة الشفاء منذ بداية الوباء 2461 ولتستمر النسبة المئوية للتعافي في الارتفاع حيث بلغت اليوم 41.6% كذلك في إطار التفاعل مع بعض الأسئلة التي تريد علينا وبعض طلبات ديال التوضيحات حول السن فإننا بالفعل لازلنا نسجل انخفاضا في معدل السن فبالنسبة للحالات المتكفل بها حاليا فمعدل العمر هو 35 سنة وبالنسبة للتوزيع حسب الجنس فالحالات المتكفل بها حاليا 53% ذكور و 47% نساء كذلك بعض طلبات جاءت تخص الحالة الصحية للمرضى أثناء التكفل بهم فنفس الملاحظة لازلنا نسجل انخفاضا مستمرا للحالات التي يتم التكفل بها وهي في وضعية صحية متقدمة أو حرجة بحيث أن الحالات المتكفل بها حاليا وهي في هذا الوضع لا تمثل سوى جوش فيما الحالات التي هي متكفل بها بدون أن تكون لديها أعراض مرض أو لديها أعراض بسيطة تشكل نسبة 89% مع الإشارة إلى أننا لازلنا نكتشف عددا كبيرا من الحالات ضمن بؤر سواء مهنية أو عائلية وهذا ما يجعل أنه عدد الحالات الجديدة لا زال يراوح مكانه ولا زال لم يبدأ في الإنخفاض المنموس الذي أمله قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش ديرو جام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر